السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم جماعة معكم مصطفى أمين من قناة الأحباب تكلمنا في الدرس الأول عن طريقة إنشاء مدوانة بلاجر احترافية وربطها بدون مين احترافي في الدرس اللي بعده تكلمنا عن طريقة الحصول على قالب مدفوع وجبنا لكم طريقة مجانية والروابط دي هتلاقوها تحت الفيديو في الدرس الثالث تكلمنا عن طريقة إنشاء موضوع بلاجر احترافي مناسب لمحركات البحث لكن في درس النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أهم حاجة في كل الموضوع ده وهي إن المواضيع بتاعتنا تظهر من أهم الأسباب بتاعت إن المواضيع بتاعتنا تظهر لازم نعمل لها أرشفة في محركات البحث كلها هنكتفي بإذن الله النهاردة بإن إحنا نعمل أرشفة ليه المواضيع بتاعتنا في بينجو في جوجل تمام؟ يعني هنعمل أرشفة النهاردة في محرك بينجو هنرسل كل الملفات المطلوبة وهنعمل أرشفة بإذن الله المواضيع بتاعتنا في جوجل بحيث إن هي تظهر في المحركات الأولى وإن هي تنافس مواضيع من سنين فاتت قبل كده كل ده وأكتر بإذن الله في حلقة النهاردة خليكم معنا تابع الفيديو الآخر ثانية هكذا كده هتلاقي معلومات كتير جدا هاتفيدك وما كنتش تسمع عليها قبل كده ما تنساش لاك للفيديو وسبسكرايب للقناة شير لو حسيت إن حد يمكن يستفيد نطلع فاصل ونرجع تاني لنشوف الموضوع مع بعض ورجعنا مرة تانية يا شباب وديت المدونة اللي إحنا شغالين عليها أولا نسيب لك رابطين تحت الفيديو أول حاجة رابط محرك بينجو اللي هو هنشتغل عليه بإذن الله هتلاقيه تحت الفيديو مباشرة بعد ما هتدخل على الرابط هيدخلك على الصفحة دي مباشرة كل اللي عليك اللي انت هتعمله هتضغط على كلمة صين اب لو لقيت هنا كده صين إن هتلاقي تحتها كلمة صين اب هتضغط عليها هيدخلك على المكان ده هنضغط على كلمة صين أب هيدخلنا على الصفحة ديت وهي صفحة مايكروسوفت هنا كده هتسجل بالإيميل وكل حاجة بتاعتك أنا دلوقتي هعمل بس إيميل مؤقت كده علشان أنا مش محتاج الموضوع ده في حاجة فعشان كده هعمل إيميل مؤقت اللي هو هجرب لكم عليه وبس وليكن مثلا ده إيميل الجيميل بتاعك أو ليكن مثلا أي إيميل عندك هتاخد الإيميل ده كده وتروح على الأكاونت بتاع مايكروسوفت أولا هنا كده بيقول لك الاسم الأول أنا هكتب الاسم الأول بتاعي هنا كده بيقول لك الاسم الأخير في الخانة دي هتكتب الاسم الأخير بتاعك الوزر نيم هو الإيميل بتاعك هتحق الإيميل بتاعك هنا هنا كده بيقول لك اختار البصورد بتاعك أنا وليكن هختار أي بصورد أنت أختار البصورد اللي راحك بعد كده عيد كتابة البصورد تحت بعد كده هنا الخانة اللي تحتيها بيقول لك اختار الدولة احنا هنختار الدولة إيجيبت هنا كده بيقول لك البرس دي يعني تاريخ الميلاد بتاعك انا وليكن مثلا اي حاجة انت بقى اختار تاريخ الميلاد بتاعك زي ما تحب هنا كده بيقول لك اختار الجنس ميل زكر ولا في ميل انسة طبعا ميل هنا كده بيقول لك اختار كود او الدولة بتاعتك انت بقى لو في امريكا لو في مصر اختار الدولة اللي انت فيها من هنا انا مثلا في ايجيبت فهختار ايجيبت هنا كده بيقولي الفون نمبر انا مثلا هكتبه الفون نمبر هنا كده بيقولي ادخل كود الكابتشا او اكتب اللي في الصورة ده هنا كده هنكتبه اللي في الصورة وبعد كده هنقوله create account تمام هيدخلني هنا كده هيقولي verify your email يعني احنا بعثنا للاميل بتاعك رسالة تأكيد هنروح على الاميل هنعمل refresh انت طبعا لو دخلت الجيميل ما فيش اي مشاكل هنا هو بعت رسالة هنا بالشكل اللي هو ده هنضغط على الرابط اللي هو ده verify my email هيدخلني على صفحة Microsoft بالشكل اللي هو ده كده وبعد كده هيقولي ready go to هنقول له اوكي اهو هنا كده جاب لي الشكل ده هنضغط على كلمة sign in هو كده اهو ادخلني على الصفحة بتاعة المحرك اللي احنا هنعمل عليها كل حاجات هنيجي هنا كده عند كلمة add your site وبعد كده هنملاق البيانات دي انا عندي هنا كده هتروح على المدونة بتاعتك تاخد الرابط بتاعها نسخ عنوان الرابط هتيجي هنا هتروح عمل له لصق هتكتب هنا الاسم الاول بتاعك بعد كده اسم العائلة بعد كده الاميل بعد كده job google او bing هنا كده بيقول لك company برضه قول له جوجل هنا كده بيقول لك مش عارف ايه والكلام ده كده انت قول له مثلا مشوف الموقع بتاعك انت بيتخصص في ايه قول له اذر هنا كده بيقول لك contact phone هنا كده بيقول لك city المدينة هنا كده بيقول لك state هنا كده بيقول لك zip code او postal code هنا كده بيقول لك country الدولة بتاعتك هي طبعا ايجيبت بعد كده هنعلم على العلامة ديت وننزل تحت شوية هنا كده اقول له daily وبعد كده اقول له save تمام هنا كده بيقول لك انسخ الميتا ديت وحطها عندك في الموقع بتاعك تمام هناخد الميتا ديت كده copy اللي هو الرابط ده وهنروح على blogger هنروح على المظهر هنروح على تحرير HTML بيقول لي لصق الاكواد بتاعتك في اكواد الميتا طيب اكواد الميتا تحت اهيت هتيجي هنا كده تحت الخط اللي احنا ده كده او تحت السطر ده كده او فوق اي كود ميتا ما فيش اي مشاكل هتروح عامله لصق وبعد كده هتقول له حفز المظهر كده حفظ معنا المظهر هنيجي هنا كده ننزل تحت شوية وهنقول له verify كده الموقع بتاعنا اضاف بدون اي مشاكل وكده الموقع بتاعنا بقى زي الفلتاير هنعمل ايه بعد كده اي مواضيع عندك هتيجي هنا انت كده على المواضيع مثلا او المشاركات انا وليكن عامل مشاركتين هاخد الرابط بتاع اول موضوع تمام هنيجي هنا كده عند الاعدادات هنضغط على الاعدادات من فوق هتلاقيها فوق هنا وبعد كده هنا هتيجي تختار اللغة بتاعتك اللغة العربية طيب هتقول له save هيجيب لك كل حاجة عندك باللغة العربية كويس جدا هنا كده بيقول لك الموقع اللي انت اضافته هنضغط عليها هنا كده هنيجي عند كلمة ارسال عنوين url هنضغط عليها هنيجي هنا كده عند اول عنوان هنا كده بيقول لك حد اقصى خمسين في الشهر واكتر حاجة في اليوم عشرة تمام هنيجي هنا كده عند اي موضوع هنعمله الديد هنيجي هنا كده نسخ عنوان الرابط ونروح على ارسال عنوين url ونروح عامل لها لصق زي ما هي كده وهنقول له ارسال اتعاملت معنا هنروح على الموضوع الثاني وبعد كده طبعا لو نشرناها هتلاقيه هنا كده بيقول لك عرض هتاخد الرابط بتاعه وانا اسيسا نحفظه بس ما عملتلوش نشر هنروح هاخدين الرابط بتاعه ونروح على ارسال عنوين url وهنروح عاملين لصق ونقول له ارسال احنا كده زبطنا الدنيا عندك في ارسال عنوين url وزبطنا الدنيا في bing طيب هتدخل على الرابط التاني اللي هسيبه لك اسفل الفيديو هو في ادوات مشرفة المواقع هنا كده يبقى فيه شوية شغل جدادي طيب اولا هتجي هنا كده تضغط على اضافة خاصية بعد ما تدخل على الرابط اللي هسيبه لك اسفل الفيديو هيدخلك على الصفحة دي هتروح على المدونة بتاعتك وهتاخد عنوان الرابط بتاعها وتروح لصقه هنا كده وهتقول له موقع ويب وهتقول له اضافة هنا كده بيقول لك طريقة التحقق من الموقع بتاعك او المدونة بتاعتك هتعملها ازاي انت عندك كزا حاجة هنا اسهلهم علامة html هتاخد الكود بتاع الميتا ده كده وبرضو نفس النظام هتروح على المظهر في المدونة عندك وهتروح على تحرير html وهتيجي برضو هنا كده تحت اكواد الميتا ديت او في اي مكان في الميتا وهتروح عامل ctrl v وهتقول له حفظ المظهر وهتروح هنا كده هتنزل تحت شوية بعد ما تعمل له حفظ المظهر وتتأكد ان هو حفظ هتضغط على تحقق تهانينا اللي قد اثبتت ملكية الموقع بتاعك بنجاح هنضغط على كلمة متابعة هو هنا كده جاب لنا المواضيع كلها طيب اللي احنا نستخدمهم هنا تلات حاجات اول حاجة هي جلب مثل جوجل هي دي هتضغط عليها وبرضو نفس النظام هتيجي هنا عند المشاركات وهتاخد كل المواضيع بتاعتك نسخ عنوان الموضوع وتيجي هنا كده تضغط عليه بس خد بالك هنا كده هتحزف اللي هي www.achbab.tiki يعني هتخلي من عند بعد TK او بعد اللي سلاش اللي هي قبل TK اللي هي بعد TK يعني هيبقى بالشكل اللي هو ده كده اهو بعد كده هتقول له جلب هنا كده بيقول لك الموضوع بتاعك كده اكتمل هنقول له طلب الفهرصة وبعد كده تضغل كود انا لسته برنامج روبوت وبعد كده هتقول له الزحف الى عنوان فقط وهتقول له انتقال احنا كده ارشفنا الموضوع بتاعنا في جوجل وارشفنا في محرك البحث التاني احنا كده عملنا كل حاجة تقريبا في بوجر وعملنا كل حاجة في ارسال عنوان بتاعت الارشفة بتاعت وبتاعت جوجل كده هنستنى شوية باذن الله وبعد كده هنلاقي المواضيع بتاعتنا بدأت تظهر في جوجل اسف وبدأت تظهر في بينج واحدة واحدة هتنتشر وهتنافس المواضيع اللي من سنين على المدونة بتاعتي نشوف المواضيع فعلا منشورة ولا لا طب نيجي هنا كده مثلا نكتب المراجعة مايك احترافي وهنضغط على انتر هنشوف فعلا في حاجة زي كده ولا لا شوف انت اول نتيجة بحث هي النتيجة بتاعتي انا مراجعة مايك احترافي وصلنا من موقع جيري بيست الاحباب وهو نضغط عليه هيدخلك على المدونة بتاعتي على طول مباشرة اهي دي كانت الطريقة وبالاسبات دي سدان الطريقة اللي انا بعملها ولا انا بشتغل بها وايات تقدر تنافس يعني الناس شغالين قبل كده واعلى منك ترتيب فعليكس كمان وكل حاجة ده كان درس النهاردة باذن الله الدروس اللي جاية افضل واقوى بكتير واللي هي هتساعدك في ان انت تعمل اه مواضيع احترافية في بلاجر وان انت تتصدر بها نتائج البحث اتمنى يكون الشرح عجبكم لو عجبك الشرح لايك للفيديو وسبسكراب للقناة شير لو حصلت ان الحد ممكن استفيد استنونا ان شاء الله في الحلعة الجاية وحلقات اقوى من كتب كتير كان معكم مصطفى امين من قناة الاحباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا